السلام عليكم ما هو العلاج الجيني الخاص بالأنيميا المنجلية الذي انتشر الحديث عنه مؤخرا في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي تلك العلاجات الجينية التقنية الحديثة التي تستهدف مصدر تصنيع الخلايا في نخاع العظم من أجل إزالة العلة من جذورها وهي قيد الدراسة والبحث حتى يومنا هذا وبشكل عام هي تنقسم إلى قسمين القسم الأول ويعتمد على استبدال نخاع العظم بنخاع عظم آخر سليم مأخود من شخص لا يعاني من الأنيميا المنجلية بحيث يكون مطابق حتى لا يتم رفضه بواسطة الجهاز المناعي عند المريض نفسه وفي غالب الأحوان يكون هذا المتبرع هو أحد الأخوة أو الأخوات أما القسم الثاني فيعتمد على سحب خلايا المريض الجدعية نفسه دون الحاجة لمتبرع ومن ثم تصحيحها في المختبرات ويتم هذا الأمر بالاعتماد على أحد الفيروسات البطيئة التي تسمى باللنتي فيروس والتي عادة ما يتم استخدامها كناقل للجين التصحيحي ولاحظوا بأن هذه العملية المعقدة والدقيقة تتطلب من قبل المتخصصين في الهندسة الوراثية عدة أسابيع ينتظر فيها المريض خارج المستشفى وليس بعيدا عنه تحسبا لتنويمه في أي وقت متى ما كانت خلاياه الجدعية المصححة جاهزة ومن بعدها يتم علاج المريض ببعض العقاقير الكيميائية أو من خلال بعض الإشعاعات من أجل إزالة كل الخلايا المتراكمة أي السابقة في نخاعه العظمي بشكل كلي وعادة ما تحتاج هذه العملية إلى حدود أربعة أيام وفي الأخير يقومون بإعادة الخلايا الجدعية المصححة على غرار العملية التي يتم فيها نقل الدم وفي الأخير وبعد سلسلة هذه الخطوات التتابعية تبدأ الخلايا الجدعية المصححة بإنتاج خلايا مثيلة لها هذا طبعا في حال لم يحدث أي خطأ تركيبي بواسطة الفيروسات التي استخدمت عند العلاج لأنه أمر قابل للحدوث وعليه أقول بأننا لو تأمننا في طبيعة النتائج الأخيرة التي نشرها الفريق البحث الفرنسي الموجود في باريس في مجلة إنجلترا الحديثة لطب الباطنة سنلاحظ بأنها ترتبط بالتقنية الثانية أي التقنية التي تتعلق بتصحيح خلايا المريض الجدعية نفسه والتي جاءت تحت عنوان العلاج الجيني لمرض أنيميا الدم المنجلية حيث استهدف الفريق مريض عمره 13 سنة وهي الحالة الوحيدة التي تماثلت للشفاء وما زالت قيد المتابعة من أجل التأكد مما تم إجراؤه لها حتى الآن وهذا لا يعني أن هذه التقنية سيتم تطبيقها بشكل نهائي ورسمي على كل المرضى في يومنا هذا ولقد جاء هذا الشرح من أجل بيان العنوان الذي أخذ مساحة كبيرة في الإعلام دمتم بصحة وعافية ترجمة نانسي قنقر